أسعد اللهم سأكم بكل الخير وأهلا بكم مشاهدين إلى هذا البث المباشر الجديد ما الذي يحدث في لبنان ولماذا دارت تلك المواجهات بين الرجال والنساء بسبب لبسزي البحر البكيني وما أصل تلك الأزمة ولماذا تجددت وهل تعيد تنظيم قواعد وعادات وتقاليد حياة المجتمع اللبناني الذي اعتاد الحرية والانفتاح ليعيش وفقا لقواعد وأوامر السلفيين أو القوى الرجعية التي تعتبر نفسها مسؤولة عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا أين يمكن أن تصل تلك الأزمة وما هي أبعادها وهل يمكن أن تتحول من جدل شعبي وأهلي إلى قرارات وخطوات رسمية لصالح هذا الاتجاه أو ذاك لم يتخيل اللبنانيون يوما أن تصل أزمة ملابس البحر إلى مواجهات إلى هذه الحدود حملت القضية التي شغلت تأبال اللبنانيين مسمى أزمة البكيني وتم تداولها إعلاميا على هذا النحو فيما دخلت جمعية معنية بحقوق لا سيدات على خط الأزمة وبات الأمر مطروحا للنقاش على نطاق واسع في الداخل اللبنانية لكن السؤال الآن إذا كان الأمر يتعلق بالدعوة إلى الحشمة فما أسباب الاعتراض على التدخلات بإبداء ملاحظات إخلاقية على ملابس البحر في ذلك البلد معروفنا مشاهدين أن لدى اللبنانيين توجهات مختلفة في بلد يرتفع فيه صقف حرية على المستويين الثقافي والاجتماعي على السواء وسبق أن ظهرت إحدى ملكات الجمال في لبنان بملابس البحر دون أي اعتبار لأي جدل قد يترتب على ذلك بل أصبحت ملكة الجمال لبنان السابقة ماير عيد طرفا في القضية من خلال المنشورات المتداولة عبر حسابها على موقع انستجرام لكن المعارضين للملاحظات المتداولة والذين يقفون ضد ملابس البحر وجرأتها يخشون أن يتحول الأمر وطريقة تداول القضية إلى محاولة استهداف بحق السيدات هذا ووصل بهم الحال إلى الدعوة إلى تجمع عند أحد الشواطئ الشهيرة في ذات الوقت الذي ظهرت فيه دعوات من الرجال لتصدي لمثل تلك الظواهر وبثت قناة أوريانت مقاطع تظهر احتشاد محتجين على إجراء مستغرب في شاطئ الصيدة وردد المحتجون هتفات مناهضة لأي إجراءات بشأن منع لباس البحر على ذلك الشاطئ حيث أن السيدة التي تعرضت لذلك الموقف روى التفاصيل أزمتها وفوجئت بشخصين يعارضان وجودها على البحر بالبكيني على الرغم من اعتيادها ارتياد الشاطئ من قبل بتلك الملابس حتى تم تصعيد الموقف بأسلوب اعتبره اللبنانيون صادما لحريتهم لكنها تفاصيل غريبة تكشفت لاحقا بشأن بكين البحر في لبنان تقارير لبنانية كشفت أن السيدة ميساء حنوني كانت بطلة أزمة أخرى حيث قررت ميساء زيارة الشاطئ الشعبي في صيدة برفقة زوجها كانت المواطنة اللبنانية اعتادت زيارة ذلك الشاطئ بهدف الاستمتاع بالشمس والسباحة بشكل سنوية ولم يعارضها أحد لكنها اعتبرت أن محاولة منعها تناهض أعراف ومواد الدستور اللبنانية تقرير نشره موقع لبناني اعتبر أن الأزمة قد تأخذ أبعادا جديدة وذلك بعد أن حدث انقصام على الشواطئ دون أن يراعي المختلفون خصوصية كل منطقة في ذلك البلد وذهب تقرير إلى أن ما حدث هو فوبيا البكيني التي حيرت لبنان أزمات متتالية ربما تتواصل بسبب لباس البحر في لبنان لكن يبقى لدى اللبنانيين قضية أولى وهي قضية أولى كثيرا بالاهتمام وهي استقرار بلدهم وعودة اقتصادها إلى قوته فهل علم المختلفون أولويات بلادهم؟